بمناسبة الاحتفال بعيد انتقال السيد العذراء إلى السماء وجه غبطة الكاردينال بيرباتيسة بات سبالة بطلير القدس للاتين نداءاً دعا فيه إلى الصلاة من أجل تحقيق السلام بشفاعة أمنا مريم المباركة معرباً عن أمله أن تتحد الرعاية والجماعات الرهبانية والحجاج الموجودون في الأرض المقدسة في صلاة مشتركة من أجل السلام وقال لقد مضت أشهر على بداية الحرب ولا زالت المعاناة الناجمة عن هذا الصراع مستمرة بل يبدو أنها تشتد كراهية وحقداً مما يزيد من حدة العنف ويبعدنا عن إمكانية إيجاد حلولاً وأضاف غبطته لقد أصبح من الصعب تصور نهاية لهذا الصراع الذي يؤثر سلباً على حياة شعبنا أكثر من أي وقت مضى كما من الصعب العثور على أشخاص ومؤسسات مستعدة للحوار حول المستقبل والعمل على بناء علاقات سلمية